اشتركوا في القناة الفتاح اللبار ووزير الفلاحة والتنمية القروية المكسيكي الجانبان تطرقا إلى مجالات الفلاحة والتنمية القروية والصراع الغدائية وإنتاج الأسمدة علاوة على توسيع فرص الاستثمار بين الفاعلين الاقتصاديين في المجال الفلاحي من كلا البلدين للرفع من حجم المبادلات التجارية وتنويعها وبالرباط وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادي فتاح العلوي والمدير الاقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطة بالبنك الدولي اتفاقية قرد بقيمة 236.7 مليون أورو لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية بجهة الشمال الشرقي بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أشار إلى أن البنك الدولي قدم على هام شهاد الاجتماع تقريره حول المناخ والتنمية في المغرب والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطقي والتنمية المستدامة توقع الاتحاد الأوروبي أن يتراجع محصول الدولة في أوكرانيا بنسبة 24% مقارنة مع العام الماضي وبنسبة 5% عن المتوسط لخمسة أعوام إلى 32 مليون طن هذا وأضافت الهيئة الأوروبية أن أوكرانيا شهدت انخفاضا في المساحة الفلاحية المخصصة لزراعة الدرة ودوار الشمس كما حذرت الهيئة الأوروبية من أن حوالي 4% من إنتاج الدرة و10% من دوار الشمس و7% من فول الصوية هي في مناطق تشهد حاليا المواجهات العسكرية أما بخصوص المحاصيل الشتوية التي انتهى موسم حصادها أشارت إلى أن الحصة تبلغ 22% من مجمل إنتاج القمح الليل و20% من الشعير وفي خبر آخر أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن بأن معدل التدخم في ألمانيا ارتفع مجددا في غشط الماضي مسجلا نسبة 7.9% على أساس سنوي وأوضح المكتب أن التدخم بألمانيا سجل ارتفاعا من يوليوز إلى غشط بنسبة 0.3% بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والغداء فيما تشير التوقعات إلى أن معدل التدخم في البلاد قد يصل إلى 10% وأكثر معقتا نهاية النشر الاقتصادية لهذا اليوم نلتقي بعد قليل في موجز لأهم الأنباء إلى اللقاء